بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدابه اللهم أمين يا رب العالمين نهاردة ان شاء الله هنعيش مع خلق جديد من أخلاق الإسلام ومن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم ألا وهو حسن العشرة حسن العشرة يعني حسن العشرة حسن العشرة أن تؤدي حقوق الآخرين عند التعامل معهم وأن تكفأ ذاك عنهم تؤدي الحقوق للآخرين عندما تتعامل معهم وتكف الأذى عنهم الله أمرنا في القرآن أن نعاشر الخلق بالإحسان قال وقولوا للناس حسنها وأمرنا مع زوجاتنا بذلك قال وعاشروهن بالمعروف الإمام الشفع رضي الله عنه كان يقول مما أحبه في الدنيا معاشرة الخلق بالطلطف وترك ما يؤدي إلى التكلف الإمام الشفعي معاشرة الخلق بإيه؟ بالطلطف يبقى في لطف في معاشرة الناس يبقى في لطف ولين في معاملة الناس ربنا يقول للسيدنا النبي في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك رحمة ولين لما تعامل الناس بالرحمة ولين الناس تتجمع من حولك طب لو عملت الناس بالفضاضة والغلظة الناس ينفضوا من حولك وقال جل وعلا في القرآن الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم حسن العشرة بقى مع زوجتنا مع أولدنا مع الخدم في البيوت مع العامل اللي بيشتغل عندك مع أصحابك مع الناس في الطرقات مع الناس في كل مكان أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعامل الخلق بالليين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة لما تبتسم بس في وجه أخوك ده صدقة ده ثواب لك عند الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة كلمة وحدة لما تقول كلمة طيبة للناس صدقة لك عند الله جل وعلا الإحسان إلى الناس بيستعبد لك القلوب أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه لما تحسن إلى قلوب الناس وفي معاملتك مع الناس إيه اللي يحصل ربنا يلين لك القلوب يؤلف لك القلوب المؤمن يألف ويؤلف لا خير في من لا يألف ولا يؤلف المؤمن إلف مألوف المؤمن هو الذي يعامل الناس بأخلاق رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم هنبين في نماذج معانا من حسن العشرة كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع المسلم وغير المسلم كيف كان يتعامل مع جاره الذي يؤزيه كيف كان يتعامل مع أصحابه مع زوجاته مع أولاده مع أحفاده مع الناس جميعا كيف كان يتعامل مع خادمه صلى الله عليه وسلم حسن العشرة في التعامل مع كل الخلق نسأل الله أن يخلقنا بهذا الخلق اللهم أمين هروح فاصل وارجع لحضراتك تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ولسه مع حسن العشرة معاشرة الخلق بالطلطف ستين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم ليس بفاحش ولا متفحش لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح اللي عامل النبي بالسوء النبي عمل بالحسنة اللي عامل النبي معاملة سيئة يسأل عنه صلى الله عليه وسلم ويتودد إليه ليست العبرة أن تحسن لمن أحسن ولكن العبرة أن تحسن إلى من أساء شوف مولانا بوليف القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع خادمه سيدنا أنس بن مالك أمه سيدة أمه سليم جاءت به إلى رسول الله وعمره عشر سنوات قالت له يا سيدنا النبي الناس بيجيبوا لك هدايا وأنا هديتي إليك ولدي أنس أنت متخيل وحدة صحابية بتهدي ابنها للنبي هدية بتديه للنبي هدية تقول له يبقى في خدمتك يا رسول الله في بيتك فسيدنا أنس بيقول خدمت رسول الله عشر سنين عشر سنوات في بيت النبي ما قهرني ولا شتمني ولا سبني ولا ضربني وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا مهدي أخلاق مين أخلاق محمدية شماء المصطفوية ربنا قال لسيدنا موسى في القرآن ولتصنع على عيني وقال لسيدنا النبي فإنك بأعيننا أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن ملك بول عشر سنوات في بيت النبي لا شتمني مرة ولا ضربني ولا قهرني ولا سبني ولا قال لمر ليه عملت كذا ولا الحاجة لما لم تفعل كذا صلى الله عليه وسلم وبعدين ينتقل سيدنا أنس للجانب الخلق بقى لوصف النبي يقول ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله مش ربنا سبحانه وتعالى صنعه على عينه ربنا جمله فأحسن جماله فاق الجمال والجمال به شرف بذ الحسن والحسن به وصف ربنا ألعن القمر قمر منير وألعن سيدنا النبي سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ويقول لنا سيدنا النبي إخوانكم خوالكم يعني إيه يعني بيوصينا بالخدم خير اللي عنده خادم أو خادمة في البيت استوصي بهم خيرا إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس يا سلام يا سلام على عظمة سيدنا النبي وعلى أخلاق سيدنا النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عايز تدعو لدين الإسلام أدعو إلى الإسلام بأخلاقك خل الناس تشوف الأخلاق بتاعتك خل الناس تشوف فيك قدوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فربنا يخلقنا بأخلاق سيدنا النبي اللهم أمين ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن العشرة ومعاملة الغير بالخير اللهم أمين يا رب العالمين فاصلوا وارجع لكتاني خليكم معايا وصلوا على سيدنا النبي بسم الله وصل الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه رجعنا لكم تاني وقينا للفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول ما حكم شراء سقوق الأضاحي أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن جمهور الفقهاء قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة خلافا للأحناف الذين قالوا بوجوبها على الموسر الواحد اللي معاه فلوس واجب عليه الأضحية والأحناف خالفوا جمهور الفقهاء في هذا والراجح عندنا رأي الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة قال جل وعلا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أضحى بكبشين أقرنين أملحين دبح سيدنا النبي في عيد الأضحى كبشين أقرنين أملحين طيب الأضحية يا عم الشيخ سنة مؤكدة بما تكون الأضحية الأضحية تكون من الضأن يعني نتبح خروف أو من البقر أو من الإبل طيب تعالى نوضح أكثر من الضأن اللي هو خروف ويذبح هذا الخروف عن الإنسان وعن أهل بيته يعني الواحد يذبح عن إيه؟ عن بيته عن البيت كامل خروف أنت وأولادك وزوجتك ودي السنة وسيدنا النبي قال للسيدة فاطمة الزهراء قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها طيب أنا يا عم الشيخ معايا فلوس أدفع أكثر ممكن أشترك في عجل أو في بقرة أو في جمل أو ممكن البقرة أو العجل أو الجمل على سبعة اشترك فيها سبعة يبقى لك سبع الأضحية سبع الأضحية يعني نقسم تمن العجل أو الجمل على سبعة أنت تدفع السبع الإيه؟ السهم بتاعك طيب دلوقتي عندنا صخوق الأضاحي بتبحى وزارة الأوقاف والأرمان ومصر الخير وكذا مؤسسة خيرية في مصر بتبيع هذه السقوق حكمها إيه؟ حكمها جائز ولا شيء في هذا ليه؟ لأن الصق ده أن تتوكل من يضحي عنك عندنا في وزارة الأوقاف وده مشروع قومي ما شاء الله عملته وزارة الأوقاف من كم سنة وبيدخل دخل كبير وينفق هذه اللحوم تصرف للفقراء والمساكين طوال العام يعني بقى عندنا كميات كبيرة من اللحوم من اللحوم الأضاحي طيب أنت بتشترك في سق بتدفع سق الأضحية قيمته عندنا في وزارة الأوقاف ألفين ومئتين جنيه يعني تقريباً سق أو سهم السبع في سبعة خمستاشر ألف وربعمائة جنيه هل ده يجيب عجل؟ آه بيجيب عجل الأوقاف بتشتري عجول بهذا الثمن من السودان وبتزبح وتوزع هذا على الفقراء والمساكين وخذ بالحضرتك من حاجة مهمة ده أنت بتتبرع بالسبع بتاعك كامل لله ما هي الأضحية؟ بتوزع على ثلاثة ثلث لك وثلث لأقاربك وثلث لله أنت بتطلع الصك كامل لله فوكلت الأوقاف أو المؤسسة الخيرية أن تضحي عنك ويجوز التوكيل في الأضحية وهو في ميزان حسناتك إن شاء الله إن كنت تستطيع أن تشتري وأن تذبح بنفسك في بيتك وتشهد الأضحية والذبح فهذا أفضل لك إن شاء الله والله تعالى أعلى وأعلم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم آمين وصلى الله على الهادي الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته